الظلم مؤذن بخراب العمران وصف دقيق من ابن خلدون لحال مصر تحت حكم السيسي كان الظلم موجها في البداية ضد طيار بعينه حاربته السلطة قتلت أنصاره اعتقلت مؤيده طاردتهم في الداخل والخارج اتهمتهم بالإرهاب والعمالة والخيانة وكان بقية الناس يتابعون مشهد الظلم في صمت وسكون مرت السنوات خلق السيسي جيشا غير الجيش وعقلا غير العقل وسلطة فوق السلطة ودولة فوق الدولة هو القانون وهو القضاء وهو النيابة وهو الإعلام وهو الاقتصاد وهو الوطن تحول الضباط إلى ملوك وأمراء يحتكرون الاقتصاد يشاركون في السياسة يتبوأون أعلى المناصب يحصلون على كافة الامتيازات لا يحاسبهم أحد لا يقترب منهم أحد لا يجرؤ صحفي أو إعلامي أن يتفوه عن أحدهم بكلمة اتسعت رقعة الظلم حتى طالت الجميع إيمان البحر درويش فنان مصري انفجر غاضبا معترضا على بعض سياسات النظام فاختفى تماما لمدة عامين وسط أخبار عن اعتقاله وتعذيبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى نشرت ابنته صورة صادمة لوالدها وهو في حالة يرثالها ضابط الجيش تارة يضرب الفريق الطبي بالكرابيك وتارة يدهس سيدة من سكان مدينتي وتارة أخرى يستخدمه رجل أعمال مقرب من السيسي لهدم مطعم أحد رجال أعمال مبارك ظلم عسكري طال الجميع فالفقراء يتحكم الجيش في مصيرهم باحتكاره لقطاعات اقتصادية واسعة والأغنياء يتحكم الجيش في حياتهم بل ينهيها أحد ضباطه إن أراد الرجال أعمال مبارك ليسوا في مأمن أيضا الظلم مؤذن بخراب العمران ولكنه مؤذن أيضا بانفجار الناس في وجه السيسي في لحظة لن يتوقعها أحد ويبدو أنها باتت قريبة